السلام عليكم ازايكم؟ الحقيقة في كم سؤال كده ما لهمش اجابة والنهاردة لقيت لهم اجابة زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان اسرائيل دلوقتي قتلت تمن قادة من حماس باختيالات بمسايرات معنى كده ان اسرائيل عندها جواسيس اقوية جدا داخل قطع جزة وعندها قدرة للرصد والاستطلاع جمدها جدا داخل قطع جزة وتعرف تلاقي القادة بتقول حماس وتصفيهم ماشي؟ من جيل ما تخش بعملية برية يعني خلي بالك كلام ده كله قبل ما العملية برية تبدأ صح؟ ما معنى كده قدرة جهاز الاستخبارات الاسرائيلي بمطقة قوة صح؟ طب ازاي جهاز الاستخبارات ده ما توقعش ان فيه جيش من حماس داخل عليه الحقيقة دي مقالة نازلة في فارنبالوس بتقولك اسرار كارثية بتقولك الليلة اللي حصل فيها الهجوم بتاع حماس ده جهاز الاستخبارات الاسرائيلي كان بجي حصل فيه ايه؟ بتكشفولك اسرار باول مرة طوع ردك ليلة هجوم حماس على اسرائيلي مش بس كده ايه اللي حصل في الكمه العربية النهارده النهارده كل الناس عمات التكلم عن الكمه العربية ومفيش بيان ختامي وكلام كتير جدا مش مفهو لان لو مفيش بيان ختامي طب الناس دي كلها جات على ايه؟ هميشت على ايه؟ الموضوع ده جديد جدا اخيرا وليس اخيرا هل الحزب اللي هيخش الحرب ولا مش هيخش الحرب اسئلة اجابتها هتمثلك مفاجأة كبيرة جدا انا هتفرق معاك وهتقرم مشهد بشكل اقوى كتير وهتبقى عارف الاخبار بتتكلم عن ايه؟ وهتقدر تجابه على سؤال مهم جدا هل في حالة؟ وهل مفيش حالة؟ بس عشان ولك كان ده كله واكشف لك تفاصيله لازم ولك القصة بالاول موسيقى قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كانيني ولكن احنا معنا راعي كوي جدا ومحترم جدا وهو تشينج مي الحقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل الترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان ناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتايج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتايج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وحتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعاوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باوتكس مش باوتكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب الحلقة اللي بضعهم اسفل الفيديو لو حابد تابع معا نخش في الموضوع اللي طول نخش في الموضوع اللي طول بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب بفلسطين اول حرب اللي بتدور بين حماس والجيش السوريوني ورحية هنبتدي من الكمة العربية الكمة العربية كان فيها حاجات غريبة شوية وانا مش فاينها فولا الكمة دي كانت قدرة مصر على جمع عدد كبير من القادة منهم اوروبيين ومنهم عرب يعني الشيخ محمد بن زايد حاكم سلطانة عمان ملك عبد الله الامير تميم ناس كتيرة جدا 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 في نفس الوقت جورج يا بيلوني جات الامير العامل لأم تحتها انا واقف قدام السرعة الاستجابة وامام تحرك كبير وسريع من قدر الدول ان هما يحضروا كل ما زي كده لأول مرة بتعرض في العاصمة الادراج جديدة بس في نفس الوقت في احتاس مش مفهومة امير قطر مشي في الجلسة الافتتتحية يعني الراجل ايه مع عاتش لا ده مشي على طول في الجلسة الافتتحية يعني جيوا ومشي ايه السر ان هو مشي ولا حد يعلم ومش هتعرف المناسبة عن موس القطلين في يوم عندهم عادة كده بتكلموش ما بيصرحوش ايه اللي حصل وبيصربوش كمان على فكرة يعني القطلين بيصربوش فمش هتعرف ايه اللي حصل بس الظاهر امير تميم كان جاي على حاجة وبعدين الحاجة ليه مكادش موجودة او اتقال كلام ما عجبهوش متعرفش ومتعرفش مين اللي دايقه يعني هل مصر دايقته ولا دول اخرى معرفش بس الراجل خاب بعضه ومشي فده كان اول حدث العالم كله واقف قدامه ومعرفوش اسراره تاني مش عارفين ليه امير قطر غادر في الجلسة اللي في تدحية معرفش تاني حاجة كلمات الدول اللي كانت مشاركة في الكمة دي كانت عادية مش كلمات قوية ولا ما كانش فيه خطبة رلانة العالم يقف قدامها عادي يعني كلمات عادية ما فيش اي تهديدات كانت كلمات بالنسبة لي مش فرق معايا قوي خطابات القاضة كانت بالنسبة لي ما فيهاش كلام بيدل على ان فيه مجزرة بتحصل في الدولة اللي جنبيه بصراحة بكلمه صراحة اما المفاجأة الكبرى ان الدول دي كلها مشت بدون بيان خدامي يعني يعني مفروض لو وفيه كلمة بيتم اصدار بيان خدامي بيان خدامي ده بيعبر عن كل الحاجات اللي اتفقوا عليها والنقشوها والكلام ده كله بيطلعوا في بيان بتكون الدول كلها اللي شاركت فيه اتفقت عليها طب ايه اللي حصل على حسب اكتر من موقع ان تم خلاف بين الدول العربية والدول الاوروبية الدول الاوروبية بتقول لك ايه دولك الله احنا عاوزين ندين حناس بس طب اسرائيل لا طب واقف اطلاق نار لا الضوء العربية إحنا عاوزين ينديل إسرائيل بس مش عاوزين ينديل حماس فقالت نسكوئه بعض فقالها كميفيش بيان ختامي عشان كده طلقت الرئاسة المصرية وطلعت ببيان وقالت إنها عاوز توقف إطلاق النار إنها عاوز سلام وقالت ببيان الختامي بس من الرئاسة المصرية يعني ده المفروض كانت ببيان ختامي بس الرئاسة هالي طلعت إن جمهورية مصر العربية صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت وتؤكد بهذه المناسبة أنها لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع الدول الأوروبية والوفود اللي جات من أمريكا ومن أكتر من دولة محبوش أن هم يدينوا إسرائيل بأي شكل والدول العربية محبوش أن هم يدينوا حماس عشان كده حصل الخلافة وده منظر يوضح لك اللي بيحصل في الأم التحدي يعني قعد في تكري نضاف ضيحة عندنا ده الأم التحدي بيحصل فيها أكتر من كده مرة 2-3-4 بس المرة دي على عينك يا تاجر ليه؟ عشان كلهم شاركوا بمزاجهم يعني على فكرة كمة القاهرة للسلام دي مش جابرة على حد ما كنوش جم ثم جم موضوع جريب جدا كده أو كده الكمة دي بالنسباني ما نكحيش عشان بس مصاريح معاك هتلاقي بقى طبعا الناس كتيرة وتقولك وقمة القاهرة والعظمة أنا شايف إنها قمة ما فرقتش في حاجة وما عميتش أي حاجة صريح جدا معاك حاجة تانية حداك لازم تعرف إن حصلت عدة أحداث النهار ده كده لازم توقف عندها أول حدث إن تانياهو عقد اجتماع سري في قاعدة في بئر سعب أو بيقولوا إن ده مركز قليات الجيش الإسرائيلي موجود في بئر سعب ما عرفش المعلومة الصحة لين يعني موقع كاتبها كده وموقع كاتبها كده تانيةهو لما ظهر مقر القياه ده قعدوا في اجتماع سري عدد من الساعات ولسه ماشيين دلوقتي معنى كده إن إسرائيل خلاص هتوشك على عملية برية ماشي بس لازم حركة أعرف النهار ده وإن تانيةهو بيزور قاعدة عسكرية طلق عسكري وشتب إن تانيةهو بومه زي محضرتك هتشوف كده بالظبط قال له أصدقائي كلهم اتدبعوا روح يا شيخة انت خربت البلد وشتم ابومه وقال له كلام مش حلو فدي حاجة تانية والخبر اللي انت لازم تقف عنده إن وزير الدفاع السهيوني يقوف جلد الراجل ده طلع قال إن الظاهر كده حزب الله خد قرار بمشاركة في الحرب ليه لأن النهاردة في جندي سهيوني مت والظاهر التاني بيموت وعدد القتلى من الجيش الإسرائيلي بيزيد على الحدود الجنوبية نحن نعمل في هذه الجبهة وهذا سيحتاج إلى الوقت وسيكون هناك ثمن حزب الله قرر أن يشارك في القتال ونحن نقوم بتدفعه ثمنا باهظا أرى استعداد وجهوزية القوات عليكم أن تكونوا مستعدين للدفاع وأيضا لكل ما قد يطلب منكم عليكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد في كل اللحظة وأمريكا موصية إسرائيل ما تفتحيش الجبهة الجنوبية خالص خالص مهما حصل هو هتفتح الجبهة الجنوبية عشان ما تبقاش بتحارب على جبهتين هتضغط نحن كأمريكا في إرسال المساعدات وحتضغط البلب بتاعتك الله إسرائيل بس واضح إن حزب الله متحفز قوي إن هو يجر إسرائيل للحرب والجبهة الجنوبية ماوقفتش طول ما تقصف شغال على جزة حزب الله بيقصف الجبهة الجنوبية وبيعمل عمليات تسلل وعمال يقصف القواعد الإسرائيلية وملاكس الإسرائيلية بسواريخ كورنات السواريخ كورنات دي سواريخ روسية فياقوف جالانت قال لك الظهر كده حزب الله اختر الحرب معنا ومشاركة في الحرب وهيدفع التمن غالي والحقيقة إن وزير الخرجاء الأمريكي النهاردة كلم مسؤول في لبنان ووصى وقال له خلي بالك الحرب لو دخلت على لبنان يعني حتكلف اللبنانيين تكاليف باهزة جدا وحاول إن هو يحذره أمريكا بتحاول تحذر بس أنا عندي تعليق عن موضوع ده لو إسرائيل دخلت في حرب مع لبنان ده حيبقى أول فشل في الرهان على قدرة أمريكا في كبح جماح إسرائيل حتى لو حزب الله هو اللي جر إسرائيل الحرب شفت ديه؟ لو حزب الله خل إسرائيل تحاربه أمريكا كده بتفقد السيطرة واحدة واحدة ليه؟ لأن أنا النهاردة قلت لك الأمريكان حذروا الصهيلة ما تجرناش لحرب مع إيران لأن إنت لو اشتبكت مع حزب الله أمريكا هتضطر تشارك مع إيران كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه حثوا القادة الإسرائيليين على عدم تنفيذ أي ضربة كبيرة ضد حزب الله في لبنان لأن إسرائيل ستواجه مصاعب في حرب على جبهتين في قتال حماس في الجنوب وحزب الله الأكثر تنظيما في الشمال مخابرات الأمريكية النهاردة على حسب السياحة في تقديرها يعني بتقول أن والله تقديرنا أن إيران مش هتبقى عاوزة تخش مواجهة مباشرة معنا يعني إيران هتحرك لك كل لعيبة بتاعتها يبسك عليك إنما هو حرس الثوري مش هشتبك معك ده تقدير مخابرات الأمريكية وإن إيران المفروض هتقدر تستنزل في الكوات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية في الجبهات دي كلها ولازم تعرف إن أنا للحلقة اللي فاتت قلت لحضراتك إن موضوع تأمين المنطقة كلها في نفس الوقت دي عمليها معقدة جدا وبتعمل ستريتشينج يعني بتخلي كوات الأمريكية يعني بتحارب على أكتر من جبهة وجبهات مختلفة جدا لبنان اليمن العراق سوريا كل ده بيشتعل في نفس الوقت على فكرة قاعدة عين الأسد في العراق اتضربت النهاردة عن طريق طيارة مسيارة والطيارة مسيارة دي ضربت المدرج بتاع الطيارات أو الممر بتاع اطلاع والهجوب بتاع الطيارات وفد مرسلات تلفزيون العربي بتعارض قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التابعة للتحالف الدولي بقصف صاروخي من نوع جراد ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اتكشفت القيارة المركزية الأمريكية أنها صدت أول أمس الأربعاء هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدتي عين الأسد وحرير وتبنتهما تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية فحاوزك تبص الأمور بتشتعل أخطر جبه هي جبهة اللبنانية حاجة تانية طلع الكونسول السابق لإسرائيل في أمريكا الراجل ده طلع صرح وهل إيه؟ قال لازم تعرفوا إن جو بايدن ما بيصقش في نتانياهو أصلا درجة ثقة جو بايدن في نتانياهو صفر لأن جو بايدن عارف إن نتانياهو غشين هو مقالهاش كده وقالك بيعمل أفعال متهورة بس أنا بقولك هو نتانياهو غشين مش بتاع حروب كبرى وكشفتلك الموضوع ده في أكتر من مقار الراجل ده مش بتاع حروب كبرى بتاع عمليات خاصة يعمل عملية كده تمام لما حرب كبرى ما بيعملش الكلام ده كله فالكونسول السابق في أمريكا التابع للقيان السهيوني هو اللي قال الكلمة دي وده راجل المفروب بيعمل مع سياسيين أمريكان وده راجل المفروب كان بيلتقي برؤساء أمريكان وسياسيين وممكن يكون التقى في جو بايدن نفسه أكتر من مرة فالرجل ده عارف جو بايدن بيقولك ما بيصقش في نتانياهو ولازم تعرف ان جو بايدن جيل إسرائيل مخصوص عشان يحاول ان هو يفهم نتانياهو ويفهم نتانياهو يعمل يوم يعمل شيء ده اللي تقال نخش بقى في الخبر الأساسي الخبر المهم إيه اللي حصل يوم 7 أكتوبر إزاي حماس قدر اتفاجئ إسرائيل حقيقة مقالة نازلة في فورن بالس منطقة الخطورة بتكشف لك إسرائيل بتشتغل إزاي في أجهزتها في الاستطلاع والاستخبارات بيقولك كلي بالك إسرائيل عندها ثلاث أجهزة استخبارات جهاز اسمه شينبت وجهاز اسمه شبك وجهاز اسمه أمان دون الثلاث أجهزة استخبارات الشينبت ده جهاز بيستخدم جواسيس وده جهاز الجواسيس اللي بيشتغلوا معاه أو العناصر البشرية اللي بيشتغلوا معاه بيشتغلوا بأجهزة متطورة الشبك جهاز أكتر تطورا من الشينبت والشبك الجواسيس بتوعه يعني على مرتبة أكبر والاجهزة اللي معاهم متطورة اكتر بس الاتنين دول سواء الشباك سواء الشامباك الاتنين دول بيشتغلوا بعناصر بشرية ومعاهم اجهزة استخبارات تالت جهاز استخبارات في اسرائيل اسمه امان امان او امان ده جهاز استخبارات تابع لجيش الدفاع السهيوني طيب الامان ده او جهاز استخبارات الاسمه امان ده بيعمل ايه هل بيشتغل بعناصر بشرية لا الامان بيشتغل بعناصر واجهزة تكنولوجية. عناصر الرصد. عناصر استطلاع. اه كلها اجهزة. يعني هو ما بيشتغلش بعناصر بشرية خالف. كلها اجهزة. اه صغر امار الصناعية. ويقعد يحلل. يا بس. فعلا. شين بت يطلع المعلومات هو شبك وامان ده يقعد يحللها. ويستخدم امار صناعية ويستخدم اجهزة في تحليل ورصد الكلام ده كله. بس بيشتغلش بجواسيس. ماشي كده? طيب. اسرائيل عندها كام حاجز دفاعي. امام حماس. قالك والله خطورة اه اللي عملته حماس ان الموضوع كان معقد جدا. ليه? ان خلي بالك يقولك حماس اخترقت اكتر من حاجز امني في نفس الوقت. ازاي? يقولك خلي بالك اول حاجز امني اللي هو شانبات ده. شانبات ده جهاز استخبارات بيشتغل بجواسيس بس الجواسيس بتوعه في القادة او مع القادة بتوع حماس. شانبات. الجواسيس بيبقوا مع القادة بتوع حماس. يعني يعني لو القادة بتوع حماس بيفكروا في حاجة جهاز شانبات ده بيعرف على طول. نصر? لان الجواسيس بتوعه اه قاعدين مع القادة بيفكروا في ايه هنعمل ايه كلام ده كله. فجهاز شانبات ده مفروض مختار حماس على اعلى مستوى. والدليل على كده شوف كام قائد من حماس تم اختياله خلال التمانية واربعين ساعة مواضيع. دول ناس ممكن يكونوا شغالين مع القادة عشانبات ده جهاز مختارك حماس بشكل كبير قبل. خلي بالك ان جهاز شباك مالوش دور كبير في غزة. الظاهر كده. او ده اللي انا فهمته بمقال يعني. يعني اسم شباك ما بيتمش ذكره في غزة كتير. الظاهر شانبات ده هو اللي بيشتغل اكتر. طيب. اللي حصل يا سيجي. ان اسرائيل عندها الشانبات ده اول حاجز لان اسرائيل بتعرف حماس بتفكر فيه. تاني حاجز هو امان. امان هو بيقدر يحرك الجيش الاسرائيلي لو فيه اي معلومة او قدر ان هو يستخلص ويجمع معلومات ويقايم موقف ان فيه خطورة من حماس فيحرك جيش الدفاع السهيوني. تانت حاجز امني هو ايه? هو خط الدفاع او السياج الحدودي اللي تم انشاؤه. خلي بالك. اسرائيل عاملة سياج حدودي تكلف مليار ومئة مليون دولار. تم بنائه عن طريق الف ومئتين عامل. با اا يعني كدرة كبيرة جدا من البناء وخلي بالك السياج الحدودي ده فوق الارض وتحت الارض. ده سياج حدودي معقد جدا لدرجة ان جريد التعم في اسرائيل كتكتبت عنه ويقيت لك ده الحائط الفلازي او الحائط الحديدي. ده ايرون وول. هما كان بناء كده. وهي ان اسرائيل بتقدر تتباهى بالسياج الحدودي ده. مش عشان هو سياج الحدودي ولا. بقدر التطور السياج ده. السياج ده فيه اجهزة استشعار. السياج ده عليه نقط مراقبه وسينسرز. ليهم يقدروا يسمعو دبط النملة. دبط النملة لو قربت من السياج ده. تالت حاجة فيه كاميرات مراقبه اسرائيل. تحت الحمراء بقاشعة تحت الحمراء وجد ان اسرائيل بتنفق على تحديث السياج الحدودي ده طول ازاي شامبت او جهاز المخترك حماس ده فشل ان هو يشوف جيش ازاي امان ده فشل وازاي السياج الحدود ده فشل اسمع غازي يقولك اول حاجة لازم تعرف ان اسرائيل بقالها كتير وقت ما خضتش حرب ضد حماس بقالها كزا سنة تاني حاجة الشعور العام عند الصهاينة ان حماس مش تتحارب ليه لان حماس كل شوية تيجي تتكلم على الاموال القطرية معنى كده ان حماس ما بيجيلهاش تمويل من خارج غير الاموال القطرية وكل شوية تعطي تتكلم مع اسرائيل فين الاموال القطرية احنا عاوزين الاموال القطرية فاعطت انطباع لاسرائيل انها بيجيلهاش اي مصدر تمويل تاني وانها ايما بس على الاموال القطرية ده حاجة تاني حاجة حماس تعطي تتكلم مع اسرائيل فيما يخص الفلسطينيين اللي شغالين في اسرائيل بتقولك عدد العاملين الفلسطينيين في قطاع جزة اللي بيشتغلوا في اسرائيل ايه عشر تلاف واحد عاوزين نكتره ما يوحي ان حماس مهتمية جدا بادارة القطاع وان حماس مهتمية جدا باحوال الفلسطينيين داخل القطاع وعمرها ما هتتهور وتعمل اي عملية عسكرية ضد اسرائيل اخبرك ما الكلام ماشي ازاي فهو شعور عام حماس مش بتتطور في نفس الوقت اسرائيل واجهزة الاستخبارات اللي بتعملوا بقالها سنين كل يوم دي يعملوه فحصل نوع من انواح الرتابة كده الملل الناس اللي شغالة جالهم نوع من انواع الملل الملل ده ما قصت احنا بشر احنا بشر الملل ده يخليك تشوف معلومة بتتجاهلها زي ايه مثلا زي مثلا ان جهاز امان ده جالوا معلومات ان فيه ناس مزارعين ابتدوا يلطقتوا صور للسياج الحدودي بتجاهلها مش مشكلة حماس يعني خلاص يعني خلاص خليهم يصوروا اعلى بفخيلهم يركبوا معرفوش ان الصور دي والكلام ده انا عندي معرفوش ان الصور دي بتروح ايران بيحنلوها في ايران ويشوفوا ويدرابوا السياج الحدودي ده ازاي ويخترقوه ازاي تاني حاجة بيقولك ان حصل اخبار كتيرة تم توردها ان بيتم رؤية تدريبات لعناصر حماس بشكل مختلف وشكل مكسف على الطبيعة برضو اجهزة اللي استطلع عادي يعني شوفها ديه عادي حماس عاملوا ايا خليهم يتدربوا ايا اخبارك حالة من حالات الثقة الزائدة بالنفس طب هموا معتندين على ايه امان عشان بس تعرف قدام انت عندك ثلاث اجهزة استخبارات كل واحد بيعتمد على التاني امان بتقولك ايه بتقولك اصلا لو لو حماس هتقوم بعمل عسكري اكيد الشام بادة هيعرف عن القادر او هيعرف من القادر فهيكون عندنا معلومة مسبقة تاني حاجة لو حصل حاجة قدين عندنا سياك حدودي تالت حاجة احنا عندنا الجيش بتاعنا يفرم حماس فقاعد بتطمن معلومات ايه اللي يدقى فيها ايه حابة مزارعين ايه ناس بتلطاقت صور ايه تدريبات لحماس بتخليهم اتدربوا اهم دول الناس مهتمين بالامال القطرية وقدرة شؤون القطاع ماشي حد يا بشر حد يوم ستة اكتوبر وكل اللي بقوله لك ده مذكور في مقالة فورن فاليسي وارجع له يعني لو انت شاكت فيه ارجع له هقولك فضيحة تخص جهاز امان امان انا بقول لحضرك هو بيحل المعلومات سواء بقى المعلومات دي جايله من جهاز الشامبت او بالقابرة الصناعية والمصيرات والكلام ده كله بيقولوا ان في فضيحة داخل جهاز اماني وهي ايه وهي ان عندهم محلين كتير اوي عفاك لو ما اكتشفوا الموضوع ده لسه دلوقتي عندهم محلين لكل حاجة للتحركات للتدريبات الكلام ده كله اكتشفوا ان الموضوع فاشل ليه قالوا المحلين كلهم مش متنغمين مع بعض علاقتهم مش كويسة ببعض وكل واحد بيشكك في التاني وكل واحد بيقول للتاني انت مش فاهم بيحاولوا يجدلوا مع بعض من كتر الجدل ومن كتر عدم التناهم من كتر عدم التنصيق مع بعض كان كل واحد محتفظ بمعلومة المعلومات دي لو اتحطت مع بعض تعمل كارسي خذ بالك فالناس ديه واتنصقش مع بعض المحلين استراتيجيين مش متوافقين مع بعض كلهم طولين طوليسي بتقولك يوم ستة اكتوبر عقدوا اجتماع كاين والله العظيم بتكلم على حرب اكتوبر يوم ستة اكتوبر عقدوا اجتماع وقالوا ان شان بت جالوا معلومات خطيرة ان في تحركات مريبة في حماس وان فيه اعضاء كتيرة من الفلسطين بيتم تجنيدهم قاعدوا واجتماعوا والله في الاخر قالوا لا مش حاجة يحصل حاجة المعلومات دي كلها ما تدولش على اي حاجة ايه عن المعلومات مايتم تجنيدهم هم اجتماعوا يوم ستة اكتوبر ولا اي حاجة طب حقولك حاجة انت عارف يوم سبعة اكتوبر سبعة اكتوبر عقدوا اجتماعها وشارك فيه رئيس شان بت ورئيس امان قالوا ان كل التحركات بناءا على الاجتماع الساق والاجتماع ده مش بتشير لأي خطور ورئيس امان ده رجع عجل ستة تاني كان في اجازة حضر الاجتماع ورجع عجل ستة تاني قالك لا لا كلام ده ايه كلام انا رجع عجل ستة والراجل رئيس الشام بت قال برضو ان الكلام ده مش صح فوق الصهاينة ان حماس عندها جيش جيش مكون من الفين مقاطر طلع على اسرائيل بالمناسبة القناة التلتاشر الاسرائيلية منزلها تقولك لسه متسللين الفلسطينيين موجودين داخل المستوطنات اللي في حدود قطاع غازة لحد الوقت لحد ما بيكلم حضرتك موجودين ما تقتلوش كلهم كلهم موجودين اسرائيل بتقول انها قتلت الف واحد من حماس هي بتقول كده بس ما زال في متسللين او مقاتلين من حماس داخل المستوطنات على حدود قطاع غازة طيب اللي عملية قامت ازاي قالك الله الناس فجئت ان حماس ايمى على استياج الحدودي وقاموا بطريقة جريبة جدا لما مقاتل حماس دخلوا ما اصلهم بعد كده قعدوا يحللوا القطل مقتلين ازاي وكام دا كنت لما مقاتل حماس دخلوا رموا مسيرات المسيرات دي ضربت الكاميرات المسيرات دي ضربت ابراج الرشاشات بس ومش فاهمين ازاي برضو مسيرات تملكها حماس بتقدر تضرب ابراج الرشاشات بتعمل بشكل اوتوماتيكي كده طيب هتيجي تقولي طب وفين الناس اللي شغال على السنسورز والكاميرات اسمع بقى اللي شغالين على السنسورز والكاميرات دول نساء او سيدات بيشتغلوا في الجيش السهيون اكتشفوا ان حماس قتلوهم في قواضهم الناس دي اصلا كانوا ريحي كانوا قاعدين بيريحوا ونايمين في قواضهم مقاتلي حماس لما تسللوا للقواعد قتلوهم جوه قواضهم ما كانوش بيشتغلوا ما كانوش بيرسودوا حاجة ملل شايفين حماس دي بتتطورش فانا اللي بات فيه اصحى فيه ملل جالوا ملل دخلي ريح والست دخلت ريح بدقوا حماس دخلوا قتلوهم في قواضهم فالك كان فيها هرجالة هرجالة وده نفس ما حصل في حرب اكتوبر 73 نفس الملل ونفس العنطزة والثقة زائدة عن الحد واحنا اصلا عندنا جيش يوفرم وعندنا جيش البهد جيش سهين البهد طب انا حقول لك حاجة رجل تعمقالة بيقول لك ايه بيقول لك زيارة جو بايدن دي صحيح هي تضمن مع اسرائيل وكام ده كله بس دي اول مرة في تاريخ اسرائيل رئيس امريكا ييجي ويزور اسرائيل وهي في حالة حرب دي اشارة ان حالة الرعب والهلع اللي كان فيها الصهاينة واليهود عامة كبيرة وضخمة وهزت المجتمع الاسرائيلي استدعت ان رئيس امريكا ييجي بنفسه عشان يطمن الاسرائيلي ما يبقاش قاعد في مكتبه ويطمنه يا جماعة اللي حصل في 7 اكتوبر هو شيء عظيم وشيء كبير مالوش علاقة بحرب اكتوبر 1973 مالوش علاقة بالجيش المصري مالوش علاقة بالجيش السوري وكلام ده كل كل معارقة لها وقتها وكل معارقة لها قطالها بس تاني اللي عملته حماس ده يثبت ان اسرائيل او الجيش سهيوني وهو متهالك من داخل وان الجيش ده مش زي ما بيصورو لنا الجندي السهيوني رصاصة تقتل ميت واحد والافلام والابطال والكلام الفرق ده كله مافيش الكلام مافيش الكلام بقول لها حلاجة اتنوهم في القود بتاعتو يعني الناس برايحة انا بكون شرحة الحلاجة موضع بشكل مبسط او يا رب نصول مصر رب نصول العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة